السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو حشرح معكم الدرس الأخير من الوحدة الرابعة من كتابة الإنجليزي للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول وبالمبدأ بالفيديو بتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معاي في القناة ونبدأ باسم الله بدرسنا اليوم والذي يتحدث عن مشروع الوحدة اختاروا منتج سعودي كي تقوموا بالإعلان عنه دوليا استخدموا هذا المنظم الموجود في الأسفل لتكتبوا ملاحظاتكم ثم استخدمواها لكتابة وصفا لهذا المنتج في موقع أو في كتالوج للإعلانات استخدموا الإعلانات الأخرى الموجودة في هذه الوحدة كأمثلة ابحثوا عن صور لهذا الإعلان وعرضوها في الصف اختاروا أفضل إعلان قوموا بتعديل إعلانكم كي تستطيعوا استخدامه في إعلان تلفزيوني تجاري أو في تصوير فيلم أو أعرضوه في الصف هنا لدينا المنظم لدينا هنا سلوغان أي الشعار هو عبارة عن سعودي منتج سعودي ما هو المنتج الذي نريد أن نعلن عنه إنه المدينة ديتس عبارة عن تمور المدينة ما هي الكلمات التي تتعلق بهذا المنتج والتي تدفع الناس لشرائه كيف هو أفضل من غيره من المنتجات هو طازج ومتوفر طوال الوقت جيد للصحة يزرع ويتوفر في المدينة وهنا لدينا نموذج للإعلان عن منتج التمور الموجود في المدينة هنا مثلا أنواع التمور وأسماؤها هنا مثلا نضع أنه عالي الجودة يمكنك أن تطلب التمور العربية الفاخرة وتكون طازجة وبجودة عالية جدا أي أنها متوفرة الآن يمكنكم أن تصمموا إعلانا لأي منتج سعودي وأن تضعوا له صورا وأسماء لهذا المنتج وصفات لهذا المنتج تجذب المستهلك لشراء هذا المنتج وهذا كان شرح مبسط لمشروع الوحدة يساعدكم بأخذ أفكار في تصميم والإعلان للمنتج السعودي الذي ستقومون باختياره والآن وصلت إلى نهاية شرح هذا الدرس ونهاية الفيديو إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو واضغطوا على زر اللايك ولا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعيلوا جرس التنبيه وشكرا موسيقى